السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله ستشوفوا معي طريقة تحذير حلوة ممتازة جدا رائعة حلوة بيضة واحدة مقوناتها جدا بسيطة مدقها ونكهتها ولا ارواح وسريعة تحذير كتتحضر بسرعة بدون اي مجهود كنتمنى من كل قلبي ان فيديو اليوم يكون لإعجابكم الي كنتوا اول مرة كتزولوا القناة متنسوش تشتركوا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد متنسوش خليوا لي دائما تعليقاتكم وانتقاداتكم وكذلك ملاحظاتكم شكرا لكم على كل تعليقاتكم الرائعة والدائمة ونخليكم الان مع الفيديو وبنسبة المكونات فلنحتاجوا كأس من زيت ما يعادل 150 ملل كأس الا ربع من السكر دائما ناخد القياسات بنفس الكأس اللي هو بقياس 150 ملل نصف علبة من الزبدة ما يعادل 125 غرام لان هذه العلبة فيها 150 غرام ملعقة صغيرة ملل قهوة سريعة دوبان مشي القهوة العادية بيضة واحدة كيس كاكاو ما يعادل ملعقة كبيرة كيس خميرة حلويات بيكين باودر ما يعادل 8 غرام وكيس واحد من السكر بنكهة الفانيلا بالنسبة الدقيق فقد نحتاجوا ازلاف ونصف ما يعادل تقريبا ثلاثة كؤوس ونصف الى اربعة كؤوس لحسب الدقيق اللي استعملتوا النوعية دياله سوف ندوزوا الان لبركة الله التحضير في اناء العجن نضعوا قبصة من الملح نضيفوا البيض نضيفوا لي السكر كذلك نضيفوا لي السكر نكهة الفانيلا ونخلطوا هذا البيض مع السكر جيدا حتى تلاحظوا ان الخليط تغير لون دياله ولا ابيض كذلك تلاحظوا بان السكر داب تماما يعني السكر الخاشين تدوب تماما تماما ونضيفوا من بعد الزيت بعد ما اضعف الخليط كنحركوه كذلك ومن بعد نحركوه جيدا وقت ما اضفنا شي عنصر نحركوه من بعد نضيفو الزبدة إلا بغيتوا تضيفو الزبدة في الاول مع البيض فممكن لا إلا بغيتوا تضيفوه في هذه المرحلة ممكن يعني نفس شيء الآن نضغطوه على الزبدة من الاعلى ونحركوه حتى تنساجم الزبدة مع الخليط را تنساجم بسرعة غير حاولو تضربوها بالخلاط اليداوي او للفوي باش تفك الزبدة ومن بعد غادي نجيبو القهوه سريع الدوابان غادي نضيفوه على مقدار ملعقتين صغار من الماء المغلي باش نضوبوه فيها ونضوبوها جيدا حتى تضوب تماما ومن بعد كنضيفو القهوه الدائبة الخليط ديال الحلوة فكاعطي فيها واحد منك هجد جد ممتازة ما كتجيش بينها فيها القهوه لا لان الكمية قليلة لكن تعطيها مدق رائع من بعد كنجيبو ايناء مستقل كنوضعو فيه كيس من الكاكاو وملعقة كبيرة كيس خاميرات الحلويات الباكين باودر وكنخلطو الخاميره مع الدقيق والكاكاو جيدا باش كتعطي الخاميره المفرول ديالها ومن بعد كنجيبو نصفات كنبدو باضافة الدقيق مع الخاميره ومع الكاكاو بشكل تدريجي دائما مع التحريك ومن بعد ما غادي نضيفو الكمية الاولى اللي هي فيها الدقيق والخاميره غادي نستمرو في اضافة الدقيق الاخر دائما مع التحريك حتى كنضيفو كل كمية اللي قتلكم او لا كما قتلكم غا تحتاجوا كمية اقل مني ولا اكثر مني لحسب الدقيق والنوعية والجودة ديالو اللي استعملتو ومن بعد طبعا ما كتلاحظو ان العجينة بده سكتماسك فكتزولو الفوي والخلات اليدوي وكتبقى وضيفو الدقيق وتجمعو باليد ديالكم دائما الحلوى ما تكتروش لهالدقيق باش ما تشققش دائما ديرو الكمية المناسبة ما تحاولوش تزولو لهالدقيق لاتبدا تجمع فقط تتحبسو اضافة الدقيق اذا انا احتاج السمسم او الزنجلال اللي انضفتو كذلك حمرتو يعني مو حمص على النار بعد نجيبو الحلوى ديالنها هيا غير كتبدا تجمع فقط حبسو اضافة الدقيق انا قلت ليكم الكيمية اللي احتاجيت الان نجيبو هاد القواليب اللي كيكونو كيدخلو الفرن خاصين بالفرن ها هي الدرجة دي الحرارة كتكون مكتوبة على القلب ايلا ما كانتش مكتوبة عليه ما تدخلوش في الفرن لأنك اللي مخصص بالشوكولاتة والآن غادي نبدأوا في التشكيل الحلوة إلا حبيتوا تديروها في الزنجلان ممكن هنا غادي ناخد قطعة أولى غا نوضعها باش ناخد بها القياس باش نعرف قداش الدوائر اللي غا ندير باش يجوني هما هادو في قالب السيليكون إلا بغيتوا تاخدوا القياسات بالميزان فممكن كيبقى لكم الاختيار لكن لم كاش كتوفر عندكم ميزان فماشي مشكل يعني كتعملوك وعندكم ميزانكم وإلا حبيتوا تعملوا فيها السمسم عملوه حبيتوا تعملوا بدون سمسم بالنسبة بالسمسم ركت جيسها راحة خطيرة رائعة لكن بالنسبة لأنا يعني بناتي ما كياكلوش السمسم لذلك غادي نحاول أنني ندير نصف الكيمية بالزنجلان أو السمسم والنصف الآخر غادي نخليه كيمة هو بدون زنجلان باش يستطعوا بناتي أنهم يتناولون هنايا كنستمرو بنفس العملية حتى كنوضعو العجينة في القلب يعني كنوضعوها في القلب وحاولو ما تكونش خارجة على القلب لأنها فيها الخاميرة من بعد ما غادي تدخلوها الفرن فغادي تنتفخ شوية يعني خليو خدوا معين الاعتبار أنها غادي تنتفخ شوية وما تدروهاش خارجة على هاد القلب ومن بعد هنايا فغادي نعمل وحدين كما قلت لكم هكا بدون زيم سيم أو زنجلان فغادي نخلي هاد القلب جانبا وغادي ندوز نعمل هاد هاد الشكل الآخر فكنت شوفو كذلك دائما تشوفو درجة الحرارة المسموحة ديال هاد القلب اللي كيستطع يتحملها وبالنسبة لهادي فغادي نعملها كمباشرة بدون زنجلان أو سيم سيم يعني هاد هي الكيميات الثانية اللي قلت لكم هاد نوضعها ها كمباشرة فبنفس طريقة كنشكلو الحلوة ديالنا على شكل كورات اللي يكونوا بنفس الحجم ومن بعد كنوضعوهم في القلب على هاد الشكل طبعا هاد العجينة ممكن تخدمو بها باي طابع ديال الحلوة كتوفر عندكم إلا ما كانش يتوفر عندكم حتى شهي طابع فممكن تخليوها يعني تشكلوها على شكل دائري يعني عادية تكوروها عادية وتوضعوها في الصفحة ديالفرن هذا إلا ما كانش يتوفر عندكم قواليب الطوابع ومن بعد الى بركتي الله ها هي العجينة بعد ما اشكلناها ما زال عندي كمية أخرى من العجينة تبقاتلية غادي نعملها لاحقا فهنا إلا بيتوا تدخلوها للفرن كيب قال لكم اختيار سواء تدخلوها كما هكا اللي وريتكم الآن يعني تدخلو لحلوة او القلب مقلوب وتتبدأ طيب من الأسفل يعني بهذه الطريقة لكن هنا غريتوا شوية صعيبة من اللي تبغيوا تطلوا واش تنجات ولا لا كتبقى وتهزوا ذلك القلب يعني تهزوا باش تطلوا عليها لذلك يستحسن أنكم تعملوها بحال هكا يعني كتتحطوها في الفرن على هذا الشكل وراه كذلك قد طيب وقد تنضج مئة بمئة كيف ما غتشوف معين بعد ما غنخرجها يعني غدي تدخلوها سواء تقلبوها كما وريتكم في الأول ولا تعملوها بحالكة إذا من بعد ما خرجناها من الفرن ها هو الشكل ديالها هي لتحمرها تنجات تماما باش كتعرفوا طابت غير كتقلبوها كي نزلو لكم بكل سهولة فالان ها هي نجات وجاهزة غدي نقلبو كذلك الآخر ومن بعد على بركتي الله غدي نمرو باش نحضروا الحشوة اللي غنوضعوها في الوسط هنا اعملت انا الحليب المحلى والمركز كراميل خديت منه ملعقة كبيرة ونصف يعني إلا خديتو هاد العلبة فكتستعملوها عدة استعمالات وفي عدة وصفات فمن بعد كنضيفو لها مقدار ملعقة صغيرة من القليكوز والقليكوز كيبقى اختياري هنا الضور ديالو كيخلي هاد الحليب المحلى الكراميل كيجي مجموع وما كيسيحش من الحلوة يعني لو وضعتوه في الحلوة ما كيتكفحش منها كنحركوه جيدا مع بعضهم احتكيدو هاداك القليكوز او لا الكورن سيروب بالنسبة الدول العربية الاسم ديالو فكنجيبو هاد الخليط دي الحليب المحلى قنوضعوه في الحفر الموجودة في الوسط دي الحلوة طبعا هنا إلا ما كاش كيتوفر عندكم الحليب المحلى فغتوضعو المربة ما كاش كيتوفر عندكم مربة غتوضعو الشوكولاتة يعني كيبقى لكم اختيار تملؤو ذاك الحفرة بالشيء اللي متوفر عندكم لكن لا لكن طبعا راكم عارفين مذاق دي الحليب المحلى كيفاش كيجي رائع جدا يعني كيضيفو حد نكهة وحد لده اضافية لهاد الحلوة لكن لما متوفرش فطبعا كتعملو اللي متوفر عندكم فهنا غادي نملؤو كل الحفار بنفس طريقة وكذلك اللي غادي نكمل هادو غادي نملؤو الحفار الاخرى دي الحلوة الاخرى اللي وضعنا فيها السيمسيم اذا متابعينا كيكون هذا وشكل نهائي دي الحلوة ديالنا كنت منا من كل قلبي انه ينال اعجابكم ففعلا كتجي راقية في شكل ديالها والاهم انها سريع جدا في التحضير ما كتحتاش منا وقت طويل كتتحضر بسرعة مكوناتها جد بسيطة واللي غالبا كتكون متوفرة في اي بيت اي بيت تلقوا فيها المكونات ديالهاد الحلوة فكنت منا انكم تجربوها غادي تعجبكم تعجب الاطفال ديالكم وكذلك الضيوف ديالكم خصوصا الى كانوا جاي عندكم ضيوف على غفلة فغادي نتحضروها بسرعة كنت منا من كل قلبي فيديو اليومي كنا لإعجابكم انتم منا تبقوا دائما اوفياء القناة شكرا لكم على حسن المتابعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم